كما وجه الاتحاد الأوروبي الشكر لمصر على جهودها في تنظيم المؤتمر ومحاولتها الحثيثة للتوفيق بين المواقف التي بدت متباعدة للغاية في الأيام الأخيرة هذا وقال نائب رئيس المفوضي الأوروبي فرانسي تيمار مانسي في الجلسة الختمية للمؤتمر قال إن الاتحاد الأوروبي حاول سد هذه الفجوات وأظهر التزامه الطموح بالتوافق التام مع سيناريو تقييد الاحتباس الحراري عند واحد ونصف درجة مئوية والقدرة على تحديث المساهمات المحددة وطنية